السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا اولي اعدادي في العام الدراسي الجديد عشرين خمسة وعشرين. النهاردة ان شاء الله نبدأ مع بعض. شرح منهج الانجلش من كتاب المعاصر. اول عشرين خمسة وعشرين تبقى لحد استعادلات الوزارة. عندنا منهج جديد خالص غير كينكت. عندنا منهج هلو. يعني ايه? اه منهج لا يوصف بكلمة. يعني ايه? يعني منهج جميل جدا ان شاء الله كده. يعني ايه? مش هتوصفه الكلمات من حلوته بازن الله وسهولته وبسطته. ويرب يكون سنة سعيدة عليكم وعلينا بازن الله. طبعا يا اولاد الكتاب مكون ايه? من ست وحدات. عندنا المنهج بتاعنا سكس يونت. ست وحدات. انهان ان شاء الله نبدأ مع بعض. يونت وان. يونت وان سهلة جدا. عمالها سهلة جدا. المنهج سهلة جدا. عفيك لأولاد يعني نكون متفاعلين كده بازن الله. يونت وان عنها اجريت سامر. اجريت سامر يعني سيف رائع وصيف عظيم. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هيكون معانا شرح وقراءة كلمات وقراءة ايه نصص الاستماع والقراءة للدرسين الاول والتاني. احنا الفيديو بيكون اه او الدرسين عندي في كل وحدة طبعا ايه في المنهج بيجيب لي الوحدة عبارة عن ست دروس بيجيب لكل درسين مع بعض. فانا في الفيديو اه هيكون معايا شرح وبعد كده لنفس الدرسين بنزل بعدهم يا اولاد ايه? فيديو لحالي التدريبات. تمام? يبقى الدرسين بنعمل عليهم اتنين فيديو. الفيديو الاول الشرح والفيديو التاني حال التدريبات. وبينزلوا مع بعض على طول وراء ايه? بعض كده فنفس اليوم في القناة. تمام? يبقى احنا بنعمل الدرسين فيديو شرح وفيديو ايه? حال تدريبات. فالنهاردة معانا شرح للدرسين الاول والتاني. بنأيه من الواحدة الاولى بالنبر صفحة اربعتاشر. عندنا بيقول لي يعني انشرة الاجازة. الحاجات بنعملها في الاجازة. وعندنا وزقية تانية كمان. يعني ايه? يد المساعدة. او يد العونة. تمام? لما حد نساعدنا في حاجة او نساعد حد في حاجة. طبعا بناخد اول حاجة عندنا في الكلمات. بناخد المين فوكاب او الكيب فوكاب الكلمات الرئيسية معايا في الدرس. ويتلاقيها وكلها كلمات عادت علينا قبل كده. ما هناك صراحة ايه جميل جدا. بيقول لي عطلة او اجازة يعني يا ولد طبعا قلنا قبل كده كتير جدا ان تي اي واني بتجيب ايشان. بطولة او دورة اه? ترنامينت. 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 واش يتعامل? ووركشوب. 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 مدرب رياضي. كوتش. 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 يتطوع او متطوع. فولنتير. 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 منشور في منتدى. فورم بوست. فورم بوست. فورم بوست. فورم بوست. مرقز اعادة التدوير. ريسايكلينج سنتر. فارغ. امبتي. امبتي. فاكيشن. فاكيشن. ترنامينت. ترنامينت. ووركشوب. ووركشوب. كوتش. كوتش. فولنتير. فورم بوست. فورم بوست. ريسايكلينج سنتر. ريسايكلينج سنتر. بعد كده عندنا الزكاة الاصطناعي هم كلمتين اختصارهم الاي والاي الاي اللي هو الزكاة الاصطناعي الاي اختصار والاي اختصار تمام ارتفشل انتليجنس ارتفشل انتليجنس يتخيل موهوب مرهق او متعب مرهق او متعب اللي هي اي مسبب الصفة اللي هي اي ولا تايرينج هاديكة مجتمعية خدناها قبل كده غلاف طبعا عندي ال W silent نشاط activity 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 مرساقات بوسترز 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 تب artificial intelligence artificial intelligence imagine imagine talented talented tiring tiring community garden community garden community garden rubber 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 activity 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 posters 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 بعد كده عندنا تدريب ايه لا اه يهدف الى ايه اتقان المفرطة اللغة يشوف فهم من معاني الكلمات ولا ايه بيقول لي complete the foreign sentences using the words in the box tiring tiring يعني مرهق او متعب coach اللي هو ايه المدرب tournament اللي هو ايه اولاد اللي هي البطولة او الدوري تمام tournament workshop اللي هي الورشة vacations اجازات number one we can't do many activities in summer يمكن ان نكون بالعديد من الانشطة in summer ايه اولاد vacations يعني في الاجازات الصيفية my dad work is in a not near our house بو بيعمل ايه بيعمل في ايه جنب البيت او رايب من البيت طبعا workshop بيعمل في ورشة near our house it's not to stay up too late every night it's not to stay up too late every night انك تزهر كتير بالليل كل ليلة متأخر دي حاجة اولاد طبعا tiring يعني مرهقة او متعبة our team الفريق بتاعنا talk part in يعني شاركة in a football not last year football اولاد tournament يعني في الدوري كرة قدم الايه العام الماضي دي كده ده زيادة عندنا بقى الفوكاب الخاصة بلوسن وانت تدريبات الدرس الاول لكم سوري كلمات الدرس الاول بيقول الوالدين يعني يقول لات parentis parentis الاجداد grand parentis grand parentis برنامج حسوبة برمجيات software 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 يحرز او يشجل score 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 عصب او متوتر nervous 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 امن safe 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 يركل او يشوت kick 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 راشد او بالغ adult 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 محلي local 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 parentis parentis grand parentis grand parentis software software score score nervous nervous safe save kick kick adult adult local local اهداف goals 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 يذكر او يشير الى mention 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 منشور مدونة blog post اللي هي البلوج اللي هي المدونة خدناها قبل كده blog post blog post ينضم الى join 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 you're on neighbors neighbors عند الجيت silent neighbors نادي قرة كادم football club football club football club متحمس excited 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 مشهور famous 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 منطقة ومساحة area area goals goals mention mention blog post blog post join join neighbors neighbors football club excited famous area بيت نمبر 15 عندنا مسئية تاني بيقول لي synonyms and antonyms المتردفات المتضط يعني أولاد بيديني الكلمة بيديني كلمة تاني نفس المعنى وكلمة تاني العكس بتاعها يبقى بيديني الكلمة ومعناها وعكسها أول كلمة معنا يفوز win يفوز win تساوي achieve achieve يعني يفوز برضو أو ينجز تمام عكسه ما بقى lose يخسر طبعا الاس بتتنطع زر عشان جاب الحرفين متحركين يبقى win تساوي achieve والأنتنم بتاحهم أو الأبزيت يعني lose يبدأ start يبدأ تاني begin والأبزيت العكس finish أو end اللي هي ينهي يبقى start begin finish أو end آمن save تساوي protected يعني آمن أو محمي protected 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 والعكس مين يقول dangerous 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 عندنا strange 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 يعني غريب strange تساوي unusual 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 والعكس بتاحهم normal يعني عادي usual يعني شائع أو بتقليدي common يعني مألوف تمام يبقى strange unusual normal usual common محتمل أو ممكن possible possible تساوي likely أو probably والعكس بتاحهم يا أولاد impossible المنفع بال I am impossible تمام نطرع الجزئية بعد كده تاني بيقول اللي هي يا أولاد البريئات والنهيات النهاردة عندي ثلاثة نهيات ثلاثة أي صوفيكس عندي ال ar ال ar بتكون الاسم من أولاد من الفعل تمام بتكون الاسم من أولاد من الفعل تمام زي play player play player المعلم أو معلمة teacher teacher طبعا دي verb لما رفنا لها ar حولنا يا أولاد حولناها لإسم عندنا ال action دي بتكون برضو الاسم من أولاد من الفعل تمام زي preparation preparation prepare preparation اللي هو تجهيز أو استعداد عندي برضو الصوفيكس إيه دي النهائي دي بتكون الصفة من إيه من الاسم أو من الفعل تمام زي talent talented surprise 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 من أول هنا كده هنحل إن شاء الله المرة الجاية والفيديو الجاية في فيديو حال التدريبات بعد كده بلد عندنا جزئية تانية في الدرسين الأول والتنين من الواحدة بيقول general notes on reading and listening اللي هي بقى ملاحظات عامة كده على حاجات مهمة بنطلحها كده من النصص الكرة والاستماع اللي عندنا في الدرسين ونبدأ بقى نعرف ايه ونركز على الحاجات المهمة دي يعني النهاردة عندي كلمة ايه وquite الكلمتين دول نفس النطق تمام لكن بتاعهم مختلف والمعنى بتاعهم مختلف تماما لما نقول quiet ال ايه جوه يعني ال ايه كده قبل ال ايه تمام quiet تمام تسوي calm calm يعني هادئ تستخدم صفة بمعنى ايه ولاد هادئ لما تكون ال ايه جوه مش برا تمام يبقى quiet معنى ايه ولاد كوم يعني هذا الشرعة بتاعنا هادئ وامن جدا quiet التانية الاخير هاي الهنا adverb تمام بتستخدم معنى الى حد المو يأتي بعدها ايه ولاد صفة ييجي بعدها صفة الى حد المو يجي صفة هي جيدة الى حد المفق اولاد في التنس تمام عندنا نومبر تو رقم اثنين عندنا كلمة tiring وعندنا كلمة tired tiring دي adjective دي متعب او مرهق تمام دي ايه بنصف بيها مسبب الشعور بتصف الاشياء والمواقف اللي بتخلينا ايه نشعر بهذا الارهاق والتعب his work is so tiring المتعب هنا العمل العمل ما له ياولاد is so tiring بنا وصفت الى الwork اللي هو العمل عندنا بقى tired tired دي معناها ايه متعب او مرهق دي تصف شعور الاشخص تمام انا بحس بايه تمام ياولاد عندنا tired بيقولك he works for a long time يعمل لوقت طويل so he feels tired عشان كده شعر بايه بالتعب يبقى الصفاءة الاخير ياولاد تصف شعور الاشخاص لكن الصفاءة الانج تصف الشيء اللي هو مسبب الشعور هنا وصفة العمل اللي هي tiring لكن tired وصفت ايه شعوره هو شعوره هو ايه تمام انه هو ايه tired متعب او مرهق سري عندنا instead وانستيد off عندنا instead معناها ياولاد بدلا من وتيجي فين في نهاية الجملة التانية بيقوللي he didn't use his car he used his father's instead لم يستخدم سيارته ولكن استخدم ايه سارة بابا بدلا منها instead جات في النهاية لكن instead off ييجي بعدها اسم او ييجي بعدها verb i ng معناها بدلا من وييجي بعدها اسم او verb i ng instead of don his homework بدلا ما يعمل واجبات وعمل ايه win to bit زهب الى النوم يبقى instead تتباس تيجي في اخر الجملة التانية يعني instead off تيجي في الجملة الاولى او الجملة التانية عادة بس يجي بعدها يا ولدي اما ناول اما فيرب ing وسؤية تانية important expressions and prepositions لديت اولاد لو وصلتم معايا لحد دلوقت ده في الفيديو تدعمونا بايه بلايك للفيديو واشتراك في القناة ومتابعة صفحة الفيسبوك مسه برقب ونعمل شرية ولد للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد المشاهدين واستمر معاكم في شرح المنهج ان شاء الله عندنا expressions التعبير بيقول لي وقال في قصص يعني write stories write stories عندي ال silent write stories write stories لبعد الوقت for a while for a while for a while it silent برضو بزلتك صور جدي tried my best tried my best tried my best ينضم إلى فريق join the team join the team join the team يشارك في take part in take part in take part in يقدم المساعدة help out help out help out يجمع القمامة collect letter collect letter collect letter يمد يد العون أو المساعدة أو يساعد give a helping hand give a helping hand يتأكد make sure make sure يتعلم شيء جديد learn something new learn something new ممتع للغاية really fun really fun really fun نهاية رائعة an amazing end an amazing end عنا جدنا preposition زحروف جر بيقول لي ينظف يعني clean up clean up clean up في البداية at first at first at first يقرر أن يعني decide to يجي بعدها ولاد الفعل في المصدر infinitive decide to لمدة 6 أسابيع مقبلة for the next six weeks for the next six weeks في نهاية at the end of at the end of ينتظر شخص أو شيء wait for wait for يجمع القمامة pick up letter from pick up letter from ليلا at night at night at night يقلع عن أو يستسلم give up give up يقلع عن let verb i-n-g give up أثناء أو خلال الإجازة over the vacation over the vacation جزء من يعني part of part of part of تمام دي نصص السماع بعد كده عندنا skills بقى يولاد اللي هي لأي المهارات عندنا reading and listening عندنا reading درس كراءة على من من جزء من listen ومن الدرس الأولين عندي ولد اسمه عمر عمل اللي بلاك بوس منشور أو منشور مدونة hi مرحبا i'm عمر اسمه عمر this summer was great this summer was great هذا الصيف كان رائع جدا i played football every day كنت بلعب كرة الكادم كل يوم at first في البداية i played with some of my neighbors كنت بلعب مع البعض من جراني in the street في الشارع تب ازاي بيقول our street is quiet and very safe إشارة بتاعنا هذه جدا وآمن we had a lot of fun كنا بنستمتع جدا and we like to imagine that we were famous football players وكنا بنستمتع بنحنا بنتخيل ان احنا ايه لعب كرة الكادم مشهورين then ثم a new boy joined in يعني ايه ولد جديد انضم لينا تمام وحنا بنلعب he told me about a football club in our area وقال لي او عرفني بيه بنادي موجودة عندنا ايه نادي كرة قدم موجودة عندنا في المنطقة one afternoon that i decided to go to the club كررت اروح النادي ده there were lots of boys playing in two teams كان فيه للكترين بيلعبوا في فريقين and i watched them قعد تتفرج عليهم for a while ايه لفترة then the coach saw me بعد كده المدرب شافني and asked if i played football team سألني لو انا بلعب ايه قلة قدم ايضا قال لي do you want to try playing with the team asked me وسألني قال لي تحب تلعب مع الفريق فانا قلتلو ايه of course بالطبع i did the coach watched me المدرب بقى خلني لعبتوا وشافنا هنا بعمل ايه watched me kick the ball شافنا مشروط الكرة and he said وقال لي i was talented a talented football player قال لي ان انا لعب كرة قدم ايه مشهور he asked me to join the team مطلب مني ان انا انضام من الفريق for the next six weeks على مدارة ايه لمدة الست الاسباع المقبلة i played with my neighbors لعبت برضو مع الجران كاملت لعب مع الجران عادي جدا امتى in the morning في الصباح and then with the team at the football club in the afternoon وبعد كده بعد الزهرة بروح لعب مع الفريق لانا انضمت لي في نادي كرة القلب يبقى كان بيلعب صباحا مع the neighbors in the morning تمام و in the afternoon كان بيروح فين يا ولاد الفتبال يلعب في التيم بتاعه it was very tiring الامر كان متعب جدا ومرهق but really fun لكنه كان ممتع عشانه بيحب كده at the end of the summer في نهاية الصيف we took part in a tournament يعني يا ولاد اشتركنا في ايه في داولي كرة القدم i was nervous كنت متوتر جدا about it وشأن ايه علشان ايه الموضوع ده بتاع الدور ده يعني كنت قلقان جدا بالموضوع ده but excited لكن كنت متحمس i tried my best and scored three goals بجلتوا كسارة جهدي واحرصتوا يا ولاد ثلاث اهداف our team الفريق بتاعنا won the tournament وكمان فريق نفس بالايه بالداولي it was an amazing end to the summer كانت نهاية رائعة لهذا الصيف ده جميل جدا بعد كده المفروض ان انا كان عندي اولاد تلات مصوص كده بس طبعا هو المعاصر من الزل كده ايه اول درسين درسين كنسخة كده ايه اه حاجة كده يعني مقدمة كده لكتاب المعاصر الجميل اللي ايه نزل الوقت حالية موجود في المكتبات تمام فكان مفروض ان انا عندي تلات ولاد كل واحد بيتكلم عن ايه عمل ايه في الاجازة ايه النشاط بتاعه في الاجازة فانا عندي النشاط التلات وان شاء الله كده ايه نبقى ننوه عن ايه الايه والبيل اللي هم قبل كده في والد وبنت تاني اتكلموا عمل ايه في الاجازة فاحنا معنا الوقت ايه اه جميلة من لوكسور طبعا ايجبت عندنا ايه في لوكسور في مصر بدأت تتكلم عمل ايه في الاجازة بتقول لك علمت البلغين الكراءة وكتابة اللغة العربية علمت البلغين كتابة وكراءة شاركت وساعدت في مشروع في مدينتي في هذا المشروع الشباب الشباب كانوا بيحبون يساعد البلغين اللي مش بيعرفوا يقر ولا يكتبوا عربي وشاركت في الموضوع في البروجيكت ده كتابة الميسس عزة وشاركت في الموضوع كتابة رائعة جدا جميلة جدا يعني ايه اولاد نظرنا الى ايه شفنا مع بعضنا كانت الحروف الهجائية together كنت بقول انا كنت بقول الصوت بتاع كل حرف الميسس عزة تقرر ورايا كانت ايه بتستسلم يعني خلاص يعني بتوصل لدرجة درجة الاستسلام ان هي ايه مش عارفها تتعلم تمام but then لكن ثم I said things like ابدأ بقى ولا حاجات عشان اشجحها you are doing really well انت ايه توقدينا اداء ايه حسنا don't stop now لا تتوقف الان it was fun to be a teacher in state of a student يعني ايه من الممتع ان تكون معلمة بدلا من ان تكون ايه طالبة تمام كانت بتشغيل الجحة ان هي تتعلم اللغة عشان ايه تدرس معاها especially خصوصا when I asked here لما طلبت منها وسألتها did you do your homework this week عملت واجبك الاسبوع ده or what did you learn يصر ده تعلمت ايه بالامس دي كلها كانت حاجات تحفيزية لها it was great to help mrs. عزة lane something new كانت حاجة راعة جدا ان انا علم الميس عزة ازاي ايه تتعلم حاجة جديدة طبعا دي جميلة لوكسور ايجيبت عندي كمان skills مهارات عندي على الدرس الاول والتان بيقول لي guessing the meaning of new words ازاي اخمن معاني الكلمات جديدة جات عندي الكلمة جديدة بين السطور وانا مش عارفة معناها اول حاجة يا ولاد عندما تجد الكلمة جديدة when you find a new word اول حاجة اول خطوة try to understand what type of word it is حاول تعرف انوع الكلمة دي يعني هي اسم ولا فعل ولا صفة ولا حال ولا ايه نعون لو كانت اسم before a noun قبل الاسم we usually find an article لبنلاقي اداة زي الا والان والزا دي حاجات بلاب للأسم زي tournament يعني دولي the game اللعبة طيب ممكن تكون an adjective اللي هي ايه ولاد صفة الصفة بتعمل بتصف الصفة بتصف شخصة بتصف شيء talented football player دي صفة اللاعب كرة قدم موهوب new friends اصدقاء جدد ممكن تكون verb تكون فعل الفعل بيصف mean describes an action بيصف الحدث تمام I played football انا لعبت ايه لعبت فوتبول لعبت كرة قدم I played football I joined the team انضممته الى الفارك ممكن تكون adverb اللي هو الزرف او الحال الحال بيصف it describes it describes a verb بيصف بيصف الفعل نفس الان action you are doing well انت تبلينا بلاء حسنا او تؤدي جيدا he did his homework lazily عمل الوجب ويا اولاد بكأسر دي اول خطوة عرف نوع الاين عرف نوع الكلمة نعرف الايه type of the world حاجة من دول تاني حاجة ياولاد second the meaning of the other world in the sentence can help you find the meaning of the new world بيقولك لو انت عرفت معاني الكلمات التانية اللي موجودة حوالي الكلمة دي يعني قبليها وبعدها في نفس الجملة لما كنا عرفها المعاني هاعرف اخمن او افصم بتمعنى الكلمة الجديدة دي تمام دي الخطوة التانية طيب بيقوللي البراكتس نجرب كده بيقولك on reading اللي سنوان read and decide the type of the underlying word شوف لينه عالك المادي فير بفهم ولا نون اسم ولا adjective سفا i decided to go to the club طبعا نساديد هنا اولاد فيرب طب وكلاب هنا noun the coach what should me kick the ball coach هنا noun اسم طب kick دي verb فعل i was a talented football player talented دي اولاد adjective سفا football player لاعب دي اولاد noun اسم ده طبعا نحل زي ما قلنا برضو الفيديو حل التدريبات بالتكامل عندي نغوز خاص بالسبيكينج اللي هو مرط التحدث بيقولك asking and answering questions about summer vacation activities السؤال عن أنشطة العطلة الصيفية واللي جاب عليها اول سؤال اسأل واحد اقول which activities do you do in the summer vacation الانشطة اللي انت قمت بيها في العطلة الصيفية عملت ايه في الصيف يقول لي مثلا اشتركت ببطلات رياضية وكمان ساعدت عيلت فيه الورشة العمل الخاص ايه العيلة which activities would you like to do which activities would you like to do ايه الانشطة التي تود القيام بها انا عايز اتطوع في حدقة مجتمعية to help other people make their local area better علشان اساعد الاخرين في ان يجعلوا المنطقة المحلية عفضل what did you do in the summer vacation what did you do in the summer vacation ماذا فعلت في عجلس الصيف ساعدت الجديدة في الحديقة الخاصة بها وقمنا بزرعة الكاسي من الازهر تمام ندخل بقى على الجرامر اللي عندي السنزوان انتو سهلة جدا زمن الماضي البسيط اللي احنا اخدناه مرارا وتكرارا طبعا ياولاد عندي ال جمنة الخبرية المثبتة في الاثبات انا عندي ايه النوعين من الافعال يولد في الماضي عندي افعال regular verbis افعال منتظمة ديها قاعدة سابتة وعندي نوع تاني regular verbis افعال غير منتظمة الافعال السابت احنا بنجيب الفاعل وبعده التصريف التاني للفعل طيب وحط وحط مكانها اي 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 دي تمام دي القاعدة بتاعتنا تعال نشوف لحظ خواعد الدول اي دي وال اي دي للفعل المنتظم في زمن الماضي البسيط طيب قال لك الفعل المنتهب ال اي بنضيف له دي زي invite اخر اي invited طيب حرف متحرك و و ماناش جعب دي انا قلت دي شرط بتاع حنكون قبلها ساكن حرف متحرك و سيب ها زي ما هي و ضف لها اي دي stay stayed طيب حرف ساكن و و هحزف هحط مكانها اي اي طيب قال لك لو انا عندي حرف ساكن اصبكو حرف متحرك تمام يعني زي كده ده حرف ساكن قبل متحرك بضعف الساكن مرة زي stop stopped قبل اي drop dropped open opened طيب مثال last summer last summer كلمة تدل على الماضي البسيط last summer I decided to do something to help my city الصيف الماضي قررت تعمل حاجة ساعد بها اي مدينتي النوع التاني من الافعال افعال غير منتظم مالهاش دعوا بالقعد خلص بتاع دي والإي دي والإي دي قالت لا انا مش عايزها كواعد انا عايزها فعل مدرع او فعل داني في الماضي انتوا بقى تحفظون زي مانا يبقى اي بنجيب الفعل والتصريف التاني للفعل تمام زي يقطع cut cut كمام في افعال مالهاش تصريف ياولاد ايت الماضي منها ايت يا اكل ايت ايت يضع put 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 يشرب drink drink drank هناك افعال غير منتظم لتتبع الكعدة السابقة بتاع الدول الادو العدي تحفظ كما هي تحفظ كما هي زي الافعال دي هاي تلات حاجة عندنا فيربي في الماضي الفعل يكون تمام في الماضي عند الاي والهو والشو التي بياخد ياولاد was ونافيها wasn't was wasn't الوي وزي وليو بياخد where ونافيها weren't where weren't تبضل في المضرح كانو بياخد ايه الاي لوحدك هتبتاخد m والهو والشو كانو بياخد s والجمع ده كله كانو بياخد or فالام والس بقام was wasn't والار بقت where weren't مثال شريكت كانت miss عزة وكانت ايه رائعة جدا they weren't هننفي بقى in the same class last year لما يكونوا في نفس الفسط العام الماضي عندنا بقى اسئلة على الجرامر عن حلها الفيديو وجايا ان شاء الله فيديو حال التدريبات كده ياولاد وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا النهار ده قرينا كلمات الدرسين الاول والتاني وقرينا اهم الملاحظات وقرينا النصوص الكراءة واخدنا كمان الجرامر بتاعنا الماضي البسيط دي كانت اول فيديو معانا الفيديو جاي ان شاء الله وينزل بعد داع وطور على القناة هيكون معانا حال تدريبات للدرسين الاول والتاني من كتاب المعاصر يدعمونا بلايك وشل الفيديوهات وانتظرونا في شرح المعاصر من جميع الكتب الخارجية وكمان اه شرح لها الانجليزة من جميع الكتب الخارجية وكمان يا ولاد من كتاب المدرسة هنشرح معاصر وبيت والجيم ان شاء الله وكمان كتاب المدرسة كل ده هتلاقو في كلامة التشغيل الصف الاول الاعدادي في انتظر دعمكم بلايك وشير الفيديوهات اشترك في القناة متابعة صفحة الفيسبوك وكانت معكم نجاح برد وتوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته